اشتركوا في القناة استقرارهم واستقرار السوق العملي ضمن مجموعة متكاملة يعمل من خلالها الجميع تحت فريق واحد لتحقيق مصلحة الوطن العليا وخدمة للمواطنين تواصل هيئة تنظيم سوق العمل مباشرة عملها على قدم وساق من أجل تقديم خدمة سريعة لأصحاب الأعمال والوافدين والتي تسعى دوما إلى تنظيم سوق العمل وإرساء القواعد التي من شأنها حفظ حقوق أصحاب العمل والعمال الأجانب على حد سوى هيئة تنظيم سوق العمل أظهرت إحصائية جديدة بشأن حجم الطلبات التي تم تسلمها للتسجيل في مراكز تسجيل العمالة والتي بلغت 25 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الجاري وقبول نحو 19 ألف طلب إلى ذلك أظهرت أيضا إحصائية للهيئة بشأن العمالة المنزلية حيث بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 12 ألف طلب تم قبول 11 ألف طلب نظام تسجيل العمالة نظام مستحدث لقرض إدارة فئة العمالة غير نظامية المتواجدة في مملكة البحرين بالشراكة مع القطاع الخاص لتوجيهها للتنظيم والالتزام بالقانون ولتكون خاضعة لأحكامه أثناء وجودها في سوق العمل وتمثل جملة هذه الإحصائيات إحدى المراحل المتقدمة لتصحيح الوضع القانوني للعمالة على إثر إلقاء تصريح العمل المرن ومعالجة الممارسات غير القانونية في سوق العمل والتي تؤثر على استقرار وتنافسية بيئة العمل ومن المتوقع أن تسمي هذه المنظومة في تعزز جهود مملكة البحرين في التصدي للعمالة غير النظامية وتأثيراتها السلبية اجتماعيا واغتصاديا ترجمة نانسي قنقر